احتدام الاشتباكات بين الجيش الوطني والمقاومة وميليشيا الحوثي والمخلوع في جبهة الضباب المدخل الجنوبي الغربي للمدينة وكثف الجيش الوطني والمقاومة من عملياتهم العسكرية على مواقع تمركز الميليشيا في تبة المقهاية وتبة الخزان وحدائق الصالح ونقطة الهنجر التي أعادت من خلالها الميليشيا حصار المدينة وبالتزامن مع ذلك جددت مقاتلات التحالف غاراتها على مواقع تابعة للميليشيا في مثلث مفرق شرعب وتبة الخلوى في الربيع وفي وادي حذران مخلفة قتلى وجرحى وتدمير عدد من الآليات العسكرية وتأتي هذه العملية بهدف فك الحصار على الرغم من الإمكانيات البسيطة التي تملكها المقاومة والجيش الوطني وعلى صعيد متصل أعلنت رئاسة أركان الجيش الوطني أنها أعطت أوامر عملياتية لإصار الدعم والتعزيزات إلى تعز بناء على توجيهات القائد الأعلى للقوات المسلحة بدوره أكد الناطق الرسمي باسم المجلس العسكري في تعز أن العدو الرئيسي هو ميليشيا الحوثي وصالح وأنه ليس من مصلحة الجيش ولا المقاومة أن تستدعي الخطاب المتشنج أو أن تفتح جبهات أخرى موسيقى